ذريبوري رسبوتن نطنق صراع القديس والإبليس ربما لم تعرف روسيا القيصرية شخصية في غموض صاحب هذا الاسم ذريبوري رسبوتن الذي عجزت أغلب رموز التاريخ الحديث أن تثير عن شخص ما هذا الكم الهائل من الأدب الحسي واللواقعي كما أثاره رسبوتن والذي كتب عنه أكثر من مئة كتاب لم ترتقي جميعا إلى مستوى القبول كعرض سليم لشخصيته وكأنه سيظل سررا حتى بعد نحو مئة عام من وفاته كما كانت حياته لغزا غير مسبوق في تاريخ روسيا ليس مؤكدا تاريخ ميلاد رسبوتن ولكن معظم الآراء تجمع على أنه جاء إلى العالم في أواخر العام 1860 على رغم أن كثيرين يحددون موعد ميلاده بالثاني والعشرين من شهر يناير كانون الثاني لماذا تأتي كتابات كثيرة على ذكر رسبوتن الآن على نحو خاص؟ ربما تدفع الأوضاع المرتبكة في الدافل الروسي اليوم إلى العودة للغوص في أعناق التاريخ الروسي ومقاربة الأوضاع في فترة حياة رسبوتن والارتباك الذي ساد القيصرية في تلك الآونة مع نظيرتها اليوم بشكل عام ومحاولة للتوقف أمام الأشخاص الذين يلعبون دورا مصيريا في حياة روسيا عبر الأجيال المتعاقبة وقد كان رسبوتن أحدهم بل إن كثيرا من المؤرخين يرون أن الرجل كان أحد أسباب قيام الثورة البلشفية عام 1917 بسبب الفساد الذي ساد في الأرجاء الرسمية لدولة القياصرة من هو رسبوتن وكيف اكتسب نفوذه وشهرته وهل كان بالفعل رجلا مجنونا أم ساحرا غامضا وما هي القدرات الخفية التي امتلكها هذا الذي ادعى أنه راهب أرثوذكسي روسي على رغم زواجه وإنجابه وهل تخط نفوذه التقاليد للروسية وبخاصة سيطرته على الإمبراطورة الاكسندرال هذا وغيره ما نحاول قراءته عبر هذه السطور في مدينة بوكروفسكوي الصغيرة الواقعة في مقاطعة يومين الريفية في سيبيريا رأى غاريبوري النور لوالد فلاح وهناك أمضى طفولة سعيدة كان فيها محبا للخيول ومولعا بالسهول الخضراء الواسعة لم ينل من التعليم إلا قليلا ولم يتعلم الكتابة بطريقة صحيحة ومحاولاته في كتابة بعض الرسائل لم تكن سوى محاولات طفل عقيمة مترددة امتلك رسبوت منذ نعومة أظفاره خصلة حلق بها فوق أتراب قريته إنها البصيرة النافذة والثاقبة فطريا وفراسة لا مثيل لها امتلأت حياة رسبوت بالبلايا في مقتبل العمر فقد توفيت والدته عندما بلغ الثانية عشرة من عمره وأكلت للنيران معظم منزله ثم سقط شقيقه في أل النهر ومات وهو ما تكرر مع أخته لاحقا ولم يخفف من أهوال بوكير حياته سوى اكتشافه أنه جذاب للنساء ولم يدر بخلده يوما أنه سيتحكم في عقل الإمبراطورة لكسندرا وقلبها وروحها لم يكن رسبوت راهبا أبدا وإنما اقترب من حياة الرهبان عبر بعض الأديرة القريبة من قريته فلم يجد نفسه في هذا الوسط الروحاني بالمرة وسيقدر له لاحقا أن ينتمي لإحدى أخطر البدع التي ظهرت في أواخر القرن للرابع عشر في روسيا تلك المسمات الخالستية ومفادها أنه يتوجب علينا أن نصنع للشر لكي نرى رحمه الله في حياتنا وما رد تلك البجعة لعنق إحدى آيات سنبول والتي تقول إثمنا يظهر بر الله التي وردت في الإصحاح الثالث من رسالته إلى أهل رومية في سن التاسعة عشرة التقى رسبوت في دير أبالك بفتاة تدعى برسكوفي من القرية المجاورة شقراء ونحيفة القوام كانت تكبره بأربع سنوات ويرى الكاتب الأمريكي كولون ويلسون في كتابه المعنون رسبوت وسقوط القياصرة أن رسبوت قرر للزواج منها لأنها رفضت أنتهبه نفسها وهذا رأي لا ينسجم وشخصية رسبوت أم من الاحتمال الأوفر حظا فهو أن شخصية الفتاة كانت نقيضا تما لشخصيته فوجد فيها الزوجة المثالية أنجب رسبوت والذي يعني اسمه باللغة الروسية الفاجر أربعة أطفال من برسكوفي قبل أن يصل إلى سن الثلاثين وحيث تغيرت حياته دفعة واحدة وبدأ طريقا مغايرا كحج إلى الأماكن المقدسة لا سيما في اليونان القريبة من روسيا جغرافيا تجوال المهارتق هل كان رسبوت قديسا أم شيطانا علامة استفهام اختلف من حولها المؤرخون الروس فالبعض يرى أنه بشر بواحدة من أسوأ الهارتقات الدينية في روسيا الحديثة وهي البدعة التي أشرنا إليها أعلاه المعروفة باسم الخالستية فيما البعض الآخر يرى أن مذهبه الإيماني كان أحصن من كل شك مهما يكن من أمر فإن الفترة ما بين الأعوام 1894-1900 لا توجد بشأنها بيانات كثيرة عما كان يفعله رسبوت وما نجده فقط يتعلق بمولد ابنه ديمتري عام 1895 وابنته ماريا عام 1898 وابنته الأخرى فرفار عام 1900 استمر رسبوت في طوافة ودعوته وطرقت حكايات شهرته المتزايدة مسامع أهل مدينته وما حولها كما بزغ نجمه بملكته في التنبؤ وفراسة نأبها من محاولات الآخرين لخداعه وقدرة على شفاء الناس من عللهم بوضع يديه على موطن الداء كما عرف أيضا بكرمه فقد أهداه الكثيرون من أكداعه هدايا ونقودا وتحفا كان يمنحها في الحال للمحتاجين كما كان يبعث لأهل بيته أحيانا بالأموال والثابت أنهما أن أطل عام 1900 حتى ترددت أصداء شهرة رسبوت في أنحاء سيبيريا وكان قد أوشك أن يلج منتصف ثلاثينيات عمره لعشر سنوات ظل رسبوت سائحا جوالا لا يؤوي إلى بيته إلا في فترات متباعدة ولا نملك أي معلومات عن أعماله في تلك الأعوام أو الأماكن التي زارها إلا أن الواضح أنه ترك أحسن الأثر في مدينة كازان التي كانت أقرب إلى الطابع الشرقي منها للطابع الروسي في كتابه المعنون رسبوتين تقييم جديد يخبرنا المؤلف الأمريكي هاينزلين أن رسبوتين في تلك الفترة اكتسب شهرة واسعة في عموم أرجاء روسيا من خلال الجموع التي كانت تحيط به من المتوسلين وغالبيتهم من المرضى الذين قدموا للعلاج وهناك مشهد حظ في ذاكرة الذين عصروه في تلك الفترة يشفي فيه رسبوتين مشلولا بأن أوعز له بالنهوض والمشي فقط ولهذه الواقعة أساس من الصحة فهي تؤكد في أقل تقدير شهرة رسبوتين كطبيب في مدينة كازان حيث أقام هناك صداقة مع عائلة كاتكوف التي مكفت معها ابنته ماريا عام 1908 من كازان سوف يقدر لرسبوتين المضي قدما نحو سنبتروسبور العاصمة الروسية القيصرية وإن بقي اللغز حول من استقدمه إليها غامضا ومثيرا ولا يعرف أحد على وجه التحديد من سهل له الوصول إلى هناك وإن كانت بعض للروايات تقول إن أرملة ثرية من كازان قد أكرمته وأتد به من بطروسبورغ من دون أن يعرف أحد عنها شيكا فيما روايات أخرى تشير إلى أن الغرندوق ملتسيا وهي إحدى أختين والدهما الملكة نيكيتا ملكة منتكروا الواقعة في يوغوسلفيا سابقا هي السبب في مجيء الرجل الغامض إلى عاصمة القيصرية الاقتراب من النفوذ استغرقت زيارة رسبوت نبطر سبرغ نحو خمسة شهور ويبدو أنها كانت كفيلة بكتابة فصل جديد من فصول التاريخ الروسي في القرن العشرين في شهر ديسمبر كانون الأول من عام 1903 قرر القيصر نيقول الثاني إعلان قداسة ناسك روسي يدعى سيرافيم على أمل أن يتشفع هذا الأخير لدى الرب لولادة نجل للقيصر يكون وريثا للعرش وتعليقا على ذلك يقول كولين ويلسون في كتاب آخر له عنوانه سقوط الرومانوفين لقد حضر رسبوت سيء السمعة والمجهول الهوية لقادة الكنيسة بهيئة حج رحل لقد صلى طويلا أمام المزار الفضي الذي يضم رفاة سيرافيم وكان ورعه في السجود مقرونا بنشوة ما ثم أعلن أمام الجمع الحاشد نبوءته التي تبشر بمعجزة جديدة قريبا وهي أنه لن ينقضي العام إلا ويولد وريث للعرش الروسي الذي انتظرته البلاد كثيرا باعثا الفرح في قلوب الناس والثابت أن نبوءة رسبوت قد صدقت بالفعل فقد ولد الوريث أليكسي والذي سيلعب رسبوت دورا كبيرا في حياته وجاء مولده في الثاني عشر من أغسطس آد من عام 1904 لكن الصبي ولد ولسوء حظه وهو يعاني من الهيوم في يوليا الوراثية اقترب رسبوت من أحد المسؤولين الكنسيين ذو النفوذ والمقرب جدا من زوجة القيصر وهو الأرش مندريتو ثيوفا مفتش الأكاديمية اللهوتية في بوتروسبورغ وهو رجل روحاني إلى أبعد الحدود ورجعي من الناحية السياسية لم يكن رسبوت طموحا بمعنى الطموح فهو لا يلهث وراء المال ولا يطمح لنفوذ سياسي كان متسلقا اجتماعيا نشد الشهادة له بالعظمة من مجتمعه وهو شخص أرخى الحبل لرغبته أن تقوده للسلطة وأبق منها للنفوذ الشخصي كانت ملكات رسبوتين الخفية تدفعه لليقين بأنه أرقى من خصومه أجمعين وأراد أن تشهد له روسيا بذلك ولم تكن محاولاته الجاهدة في التقرب من السلطة إلا لأنه يرى أن قوته الشخصية يجب أن تقترن بقوة تماثلها وليس قوة في روسيا أكبر من قوة القيصر للسياسية هذه الرغبة في السلطة هي سر بقائه في مدينة بوتروسبورد حتى عندما أدرك أن السلالة الحاكمة تتهاوى وأنه سينتهي بنهايتها لقد شعر أن بوسعه تغيير مجرى التاريخ ولم يشكك في هذه القدرية قط حتى عندما لاح جليا منذ الـ 29 يونيو حزيران عام 1914 أن المستقبل لا ينوي أن يغير مجرى أحداثه كان لدى رسبوتنا الاستعداد بدءا من عام 1903 للغوص في مجرى التاريخ الروسي وربما هذا ما جرت به الأحداث بالفعل في سنوات قليلة النبوءة والخدعة لم يكن ضلاط القيصر نيقول بعيدا من الحالة الدينية القيصرية لا سيما وأن الإمبراطورة أليكسندرا فيو دوروفونة كانت قد درجت على الاستعانة بالصفيين والأولياء الصالحين ويسر الدخولهم إلى محل إقامتها بهدف للتضرع إلى لله من أجل أن تلد الوريثة ولي العهد هل بلغ سمع القيصر والإمبراطورة أنباء ذلك الصوفي الغريب الذي يجول في عاصمتهم ونبوءته التي قد تحققت بالفعل بعد أن وهبهم الله صبيا غالب الظن أن هذا ما جرت به المقادير وهو ما ذكره القيصر نفسه في مذكراته الشخصية ففي يوم 14 نوفمبر تشرين الثاني من عام 1905 كتب ما مصه تعرفنا على غريبوري رجل الرب من أبراشية توبولسك كيف قدر للقيصر المحاط بأجهزة أمنية منها ما هو ظاهر وآخر خفي أن ينخدع في رسبوت ويرى فيه وجه القديس لا الإبليس من الواضح أن رسبوت قد نجح بصورة ما في تخفيف المعاناة والنزيف الذي أصاب ولي العهد الطفل ليكسي وريث العرش من جراء مرض الهيموفيليا والذي ورثه عن أمه حفيدة فيكتوريا ملكة بريطانيا العظم وهو يبدأ بنزيف تحت الجلد ثم يظهر ورم يتصلب يتبعه شلل مصحوبا بآلام شديدة كيف عالج رسبوت الدجال في عيون الكثيرين من مواطنيه والصالح بين الصالحين في عيون البعض الآخر مرض ولي العهد تقول إحدى النظريات إن رسبوت في غالب الأمر استخدم التنويم المغناطيسي لإبطاء النبض ومن ثم تقليل القوة التي تدفع الدم إلى الدوران في جسده كانت معجزة علاج رسبوت للوريث سببا مؤكدا في تقريب الإمبراطورة رسبوت منها ومن زوجها الإمبراطور فقد تجلت قواه الخارقة للطبيعة ورويدا رويدا أصبح مستشارها والشخص المؤتمن على أسرارها يزورها في القصر في موعد أسبوعي محدد قدمت السياقات السياسية في روسيا فرصة تاريخية للإمبراطورة كي تضحى مدبرة شأن البلاد سياسيا إن جاز الأمر ذلك أنه وبعد أن هزم الجيش الروسي أمام الجيش الألماني واجتياح ورسو قام القيصر بتنحية عمه نيقول الأكبر من قيادة القوات المسلحة على الروسية وتولى بنفسه الإشراف على شؤون المعارك ما جعل رسبوت قريبا جدا من عقل وربما قلب الإمبراطورة الممسكة بزمام السلطة في عموم القيصرية كان من الطبيعي أن يكتسب رسبوت نفوثا واسعا جدا في البلاط لا سيما بعد أن بدا في عيون الجميع أمين السر المقرب من ألكسندرة بل شع أن الأمر انتد كذلك إلى القيصر نفسه وأنه كان يبعث له برسائل تحمل نصائح عسكرية كما أن أحدا لم يعد قادرا على قطع للطريق عليه أدبيا ومعنويا أثار هذا الاقتراب غير المريح للكثيرين في البلاط القيصري حنقا وغضبا بل ونفورا شديدا عند عدد من أعضاء أسرة رومانوف الحاكمة وبدت أفعاله الشخصية تجاههم غير مقبولة ولا معقولة فكيف لهذا المدعي أن يصل إلى تلك المكانة ويبلغ هذه المرتبة ما جعل الاكسندرة على ما قيل العوبة في يديه ولعله من عجب الأقدار أن هذا الفلاح الروسي الذي كان يكتب بقدر كبير من المعاناة بعض العبارات كان قد أشار على القيصر بما هو صحيح من وجهة النظر العسكرية وأن عدم استماع يقول له أدى إلى تدهور أحوال البلاد في ذلك الوقت وهيئة الأرضية للثورة البلشفية عما قريب كان رسبوت من الرافضين لدخول روسيا في حرب البلقان مع العثمانيين وقد نصح القيصر طويلا وكثيرا أن لا يفعل غير أن القوميين الروس والمتشددين عرقيا في البلاد زجوا بالقيصر في حرب لا طائلة منها تحت زعم ضرورة مساعدة للشعوب الأرثوذكسية بل إن رسبوت تحدث إلى القيصر محذرا من أن لا الدخول في تلك الحرب يعني نهاية أسرة رومانوف وأن روسيا سوف تعاني منها كانت تلك نبوءة رسبوت والتي تكشف صفحات العديد من الكتب لمؤرخين مختلفين أنه كان أحد أهم الرأيين أو المتنبئين في أوائل القرن العشرين وأن حفوظ معرفة الناس لتلك التنبؤات كالتنبؤات ضائلة مقارنة بأسماء أخرى معروفة مثل نستراداموس وبابا فنغا وغيرهما لا سيما أن بعضها قد تحقق والبعض الآخر قد يكون في الطريق نقطة ماذا عن تلك القراءات الرؤيوية الرسبوتينية عن مستقبل روسيا والبشرية لعل الجانب غير المعروف من أعمال رسبوتين كتابه الذي صدر عام 1912 ويحمل عنوان تأملات تقي الذي اللفه على مدار سنوات وغالب الأمر أن هناك من ساعده في الصياغة والتنقيح ليخرج بصورة مثيرة لا تقل في واقع الأمر عن تنبؤات العراف الفرنسي على الشهير ميشي النستراداموس وإن كان أغلب تلك التنبؤات موصولة بروسيا تحديدا هل رأى رسبوت من بعيد الثورة البلشفية التي جرت بها المقادير عام 1917 والنهاية المأساوية لأسرة القيصر يبدو أن ذلك كذلك وفي مقدمة تلك التنبؤات التي جاءت في هذا الكتاب ما كتبه عن أنه عند احتضانه لأحد أبناء الملك شعر كأنه يضغط على رجل ميت ما سبب الذعر والفزع لهذا الشخص وهناك في الواقع تنبؤات أخرى وصلت إلينا من خلال أشخاص عرفوا رسبوت بشكل شخصي عطفا على ما أوردته إحدى صديقات الإمبراطورة لكسندرة وتدعى أن الكاسندروفينا في روبوفا يذكر البعض أنه تنبأ بتغيير في القوة ينطوي على جبل من الجثف الجثف والتي من شأنها أن تحول الدم في مياه نيفا إلى اللون القرمزي كما توقع أنه عندما تغير بوتروسبورغ اسمها ستسقط الإمبراطورية وتقول بعض عباراته في هذا للشأن عن بداية الحرب الأهلية في روسيا إن ألن بلاء سيهربون من البلاد وسيثور الإخوة على بعضهم البعض ولن يترددوا في القتل أكثر من ذلك هناك من يذكر أنه أشار إلى حصار نازي لروسيا إذ أشار إلى أنه بعد موته بنحو خمس وعشرون عاما سيقترب الألمان من بوتروسبورغ ويحاصرون المدينة وأن السكان سيموتون من الجوع وستكون قطعة خبز على راحة أيديهم خلاصا لهم والقراءة الاستشرافية هذه كانت استباقا لحصار المدينة على نهر نيفا أثناء غزو المانيا النازية حتى أن رصبوت أشار بدقة إلى التاريخ ألف وتسعمائة وواحد وأربعين هل استشرف كذلك قيام الاتحاد السوفياتي؟ يمكن أن يكون ذلك كذلك فقد كتب أنه سيأتي وقت على روسيا زمن ستكون بمثابة الحفرة الحمراء وأن تلك الفترة ستكون مثل مستمقع الأشرار وستصبح البلاد مرة أخرى إمبراطورية مبنية من عدة جمهوريات لكنها ستنهار لاحقا بسبب للصرعات العرقية وينسب له كذلك أنه ذات مرة وهو ينظر إلى القمر قال في سنوات عديدة ستطأ قدم بشرية على القمر ستكون أمريكية لكن نيوركا ستكون الأولى في إشارة إلى روسيا وهو ما قد تحقق بالفعل فقد صعد الروس إلى الفضاء الخارجي أولا ثم بلغ الأمريكيون القمر تاليا هل كان لظاهرة التغير المناخي والأزمة الإيكولوجية نصيب من تنبؤات رصبوت أغلب الظن أن ما ينسب إليه يقول بذلك ذلك أنه أكد على أن المستقبل البشرية سيحمل زلازل والأرض ستضح أكثر توترا وستنفتح الأرض وتغمرها المياه وستتوقف عن إعطاء الثمار كما ستصبح النباتات المزروعة مرة وتتحول الأراضي الخصبة إلى مستنقعات كما سيجف جزءا من الأرض بفعل أشعة للشمس الحارقة وسيكون هناك تغير حد في المناخ كما ستتفتح الورود في ديسمبر دلالة على ارتفاع درجة حرارة الأرض هل جاء رصبوت على ذكر مستقبل روسيا بعد العديد من الكوارث التي ستحل بالكرة الأرضية؟ في عبارة صغيرة لكن تحمل معاني كثيرة قال إنه بعد كل الكوارث ستصبح روسيا تحت راية النصر أرضا صالحة هل هناك المزيد بشأن روسيا ومعاركها وقيصرها الجديد؟ ربما يحتاج الجواب عن التساؤل المتقدم تعميق البحث والعودة مرة أخرى ما الذي يتبقى في هذه الإحاطة السريعة عن ظاهرة الراسة بوتينية هذه؟ ختامها سم ورصاص يبقى الحديث عن النهاية ومن باب العجب أنها موصولة بالتنبؤات وقد تكون هذه النبوءة التي قتلت صاحب هالبا كيف ذلك؟ في ديسمبر من العام 1916 أي قبل انبلاع ثورة البلاشفة في أكتوبر تشرين الأول من أثوى 917 بقليل كتب رصبوت خطابا للقيصر تنبأ فيه بقتله وعن قتلته المحتمالين وفيه يقول إذا قتلني أقاربك فلن يبقى أي فرد من عائلتك حيا لأكثر من عامين وتستطيع أن تقول أي من أولادك أو أقاربك فسوف يلتهمهم على الشعب الروسي تطنط وأردف قائلا نعم سأقتل لم يعد لي وجود في هذه الحياة سل أرجوك سل وكن قويا وفكرة في عائلتك المصونة هل تحقق التنبؤات رصبوتين الذاتية؟ في الواقع لقد أدركت مجموعة من الوطنيين الروس أن رصبوتين قد أطحى نذير شاؤم على القيصرية ولا بد من الخلاص منه ترأس تلك المجموعة الأمير فليكس يوسوبوف وابن عم القيصر الدوق الأكبر ديمتري تم الدعوة رصبوتين إلى قصر يوسوبوف وهناك قدمت له كعكة مليئة بالسم وعلى رغم أنه أكل منها الكثير إلا أنه لم يمت فقد درج على أن يتناول قطرات من السم بشكل يومي توقيا لمحاولات اغتياله عبر هذا الطريق ولهذا كان الخلاص منه بإطلاق الرصاص عليه وبعد بضعة أيام وجدت جثته طافية في نهر مويكا على أن الجزء الأهم والأخطر هو حدوث ما توعد به إذا تم اغتياله فبعد نحو ثلاثة أسابيع من قتله تم اغتيال اثنين من أقارب القيصر نيقولة ولاحقا وفي غضون تسعة أشهر على مقتله أعدم قيصر روسيا وعائلته بأيدي للثوار البلشفيين هل انتهت قصة رسبوتين عند هذا الحد غالب الظن أن رواية هذا الروسي الغامض لم تكتب نهاية فصولها بعد وربما يوما سوف تتكشف أسرار أعمق عن الرجل الذي زاوج بين الصالح والطالح بين القديس والإبليس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر